السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا باخر وعلى اخره بصحة جيدة. اليوم اجبت لكم هاد المكون اللي راه زوين 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 بسف. راه سبق اللي تكلمت عليه في الفيديو ديس ليلو. هاد المكون هو الصمغة العرابي. كيليق بزاف ديال الامراض من بينها. من قوله العصابي الامعاء الجهاز الهضمي التنحيف الكيلي. هو كيقوي المانعة. يعني لقنا كيقوي المانعة. يعني كي يحارب بزاف ديال الامراض. واليوم ما ما جبناش هنا يا بالنسبة اننا نديروه للأكل وانما جبتوه باش ندير معاكم واحد الوصفة جيدة رائع اللي درتوها. وبالطريقة اللي غادي نديرها هما جوجد الوصفات ماسك وكريم. وصفات غزالين كحيدون الاثر ديال حب شباب. السمورية تيوحدوا اللون تيبيضوا البشرة. كتولي البشرة زوين 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 غزالة بزاف. وخصوصا انهم تيحاربونا تجاعد تتوليبسة بحال ديال لي بيبين. هنا جيت باش نوريكم الفرق ما بين العلك ديال الطلح والصمغة العربي. هدا اللي أبيض هدا الصمغة العربي هكدا ما كيكونوش عندو دوك الجناب. ما عندوش دوك الحواف. شفتو كيفاش اللون ديالو كيفاش دير. اما بالنسبة العلك اللي انه كيخرج واحد كيخرج من الشجرة عبارة عني واحد بحال صخرات كبير وكيبقا وكيهرسوه ليدا كيكونو في دوك الجنابه. انا هنه غرج بتليكم باش ماشي شي واحد يبيع لكم الصمغة العربي اللي هو غالي بيعو لكم بالتمان ديال العلك. العلك راه موجود بزاف. والتمان ديالو ماشي غالي. هنا هدا هو العلك. فهاد الوصفة اللي بغينا نستعملوه هاد العلك غدي نطحنوه غدي ندقوه مزيان. انا هنا اه كنشري هاكدا مطحون. ما الاحسن يتشرم طحون اللي انا فاش كيتشرم طحون كيكون ما فيه لبقايا ديال الشجرة لخشب لكيكون صافي كيف ما غدتشوفوا غدي نوريكم الخنيشة من الداخل. هراه صافي مزيان. هدا هو الصمغة العربي. هنا يحتوي على الكالسيوم والالياف الطبيعية اللي دافوا مزيان المناع السكري. الكالكوليستيرول الجهاز الهضمي القولون. لان فيه الكالسيوم وفيه الالياف الطبيعية وكذلك زوين بنسبة الناس اللي كيعانيو من هاشاشات العظام ومنه الروماتيزم. هاد الصمغة العربي فاش كيكون على هاد الشكل راه انتي ما غدي تدقيه ما غدا تتحنيه ما غدتغرب ليه ما ولو. بالعكس اللي جبتيه عبارة عن حجيرات. راه خاصك تدقيه وتتعاودي يتطحنيه وتعاودي يتغرب ليه. وهنا كيكون صافي على هاد الشكل. كيما كتعرفو راه المعامل اللي كيديرو هاد الشيرا كتكون عندهم آلات متخصف في هاد الشي اللي ذا كيكون مطحون مزيان. هنا هاد الصمغة العربي غدي نستعملو مكونات مع مكونات اخرى. المكوين اللي اللي تكن اعتمد عليها هنا في بلاست ماورد هو الورد بنفسه لانا ماورد كيكون ديليه ما كيكونش كونسنتري. انا هنا كنشد الوضع داتوا معاكم مش حامل تقريبا شي جوجد الفيديو وانا كندير معاكم ماورد بها الطريقة كتشدي هاد العصارة دي القهوة وانا عندي هاد العصارة خصيصا ماشي خصيصا لهذا وانما لانها صغيرة انا كندير فيها القهوة وخصيصا ديالي وهنا كندير فيها حتى الورد كتعرفو راه ماورد والورد راه زوين بزاف ما غدي خصر على الاولو. انا هنا دارت قيمة واحد جوج ديال ملاعق ديال الورد وهذا الورد عندي راه غزال غزال بزاف. اه لانه من صف يدخلون طوبة عندي وانا ديرها في الفريقو وتيبقى غوز وهدي راه نصحة من واحد المتتبعه عندي نسيت على الاسم دياله استتمح قد لبقى يدير في المجمي ديالي راه تيبقى زوين واني راه تيبقى زوين. اهنا غدي نخد هاد جوج ديال الكويسات باش لاناني انا قلت لكم غادي ندير جوج ديال الواصفات. غادي ندير ماسك وغادي ندير كريم ليلي. يعني بهاد السمغ العربي راه تولي البشرة ديالك ما غادي دوز هاد عشرين يوم ديال اللي بقى في رمضان حتى تولي عندك واحد البشرة فنة. من بعد ما طاب لي هاداك الورد سوف تكون باقي سخون لاناني بالنسبة للسمغ العربي خاصني هكذا يكون تكون المادة اللي غاد ينضيف تكون سخونة. here كيف ما شفتو مية العققة صغيرة مية عققة صغيرة ديال السمغ العربي. واضفت عليها الكمية وديال مورد اللي انا ص presumably moved كيف ما كتشوف ورها كتير شوية السمغة العربي انا غادي نضرب المعلقة بالمعلقة غادي نضيف معلقة معلقة بالنسبة لكل كاس وغادي نخلطهم وغادي نرجع معاكم من بعد ما ضفت هنا معلقة وهنا معلقة يعني كل كاس في جوج دي الملعق صغير دي السمغة العربي اللي هو عبارة عن غبرة وعن باودر وخلطهم زيارة بسرعة كيتخلطوا وصافي ها هو ما وجدين باش نكمل الوصفة ديالي بجوج بالنسبة الى اخديتي احجرة بحالة كده بغيتي غا اخذك تدقيه والطحنيه راه فاش غادي الطحنيه غدا تغرب ليه وغادي تديريه في المورد اللي غادي يكون سخون ولا في هاد الورد بحالة شكل وغادي تبيتيه ليلة كاملة هاللي يدوب اما بالنسبة لها ديكون غبرة فهو سريع الاستعمال يعني ما غادي تبيتيه ما والو لانا كيف ما قدلكم اللي غا نطحنه احنا ما غاديش يجيب حال هكذا مطحون بحال هذا اللي كيكون مطحون في المعامل هنا غادي نبدأ باي وصفة ماسك ولا هنا في هاد البواطة الصغيرة غادي نحاول باش ندير الكريم الليلي اللي كيصف في البشرة كيصف فيها كيحيد لها كيحيد اللي تخاص كيحيد هادك السمورية اللي كتكون ضايرة بالعين والهالات صمورية اللي ضايرة بالانف اللي بنات غير جربوه راح فن بزاف راح هاد المكونات اللي فيه ما يعني حلال عليه وهنا من بعد ما قدرت هكذا في الطويسات هادين بدا كيف ما قدلكم بالكريم الليلي هو اللي ول هادين نضيف لي واحدة الملعقة دي الناشا انا غا نضيف جوج دي الملاعق وانا كينا غا نضيف بالملعقة بالملعقة باش تخلط لي هادينش هتعرفوا علاش لانا راح هادك السائل دي الماوردو دي السمغة العربي راح بقي سخون انا هنضيف جوج دي الملاعق ووقفت الفيديو حتى خلطهم زيان وكيولوا علا هات الشكل هي اللي وريتكم باش ما نطولش بزاف وكتشوفوا راني كان نحاول باش كان زرف الهضرة وهنا غا نضيف الفيتامين او الفيتامين او زوين بنسبة لها لس قلت لكم هادا غا تقدروا تديروا حتى لها لس ما تديريش غير فوق العين اما الهالات غا تقدر يديري هنا غا تنضيف خمسة دي النقاط دي الفيتامين او باش هادا الكريمة راح ما غا تديروا نهائيا لفت لجل افوالو السمغة العربي والفيتامين او كيحافظوا على هادا الكريمة كتبقى لنا حتى مدد دي العشرة ايام يعني راح ولكن هادا الكيميار راح قليلة بزاف ما غا تديريك مدد دي العشرة ايام خصوصا الى درتها مش غير البشرة ديلك درتها حتى مناطق اخرى في الجسم ديلك لانها كتلاقي جميع المناطق في الجسم وهنا من بعد ما درت الفيتامين او انا درته هو الاول باش يتخلط مزيان كنعرفوا بان الزيوت ما كتتخلط مع السواء المائية بسرعة درت الفيتامين او هو الاول ومن بعد اضفت واحد الملعقة مملوقة ملعقة ديروا ملعقة متوسطة تكون مملوقة وديل اي كريم ادغطون ديل اي كريم مراطب عندك في المنزل اي كريم كتديري اللي دي دات كلها اي كريم غتديري الجسم ديلك وخلطة مزيان انا كما كتشوفوا دائما كنستعملني فيا ودا با غادي نخليو هكدا جانبا حتى نديرو الوصفة التانية اللي هي الماسك وارجع باش نقول لكم طريقة باش غادي نستعملهم بجوج هنا بالنسبة للماسك هدك الجيلاتين ديال السمغ العربي غنضف عليهم مكون اخر اللي هو مجده دائما هو الدقيق ديال الفول هدا غير الفول العادي اللي كيكون كارم اللي كنديرو في البيصارة وشديتو وطحنتو ودقيتو ول ولو وكبتدوزتو في الطحان الكهربائية وغربلتو حتيو اللي قيق ما ادوزيش فيه غربليه في داك الغربال ديال نيلو ما ادوز فيش الحبيبات نهائيا وهنا غادي نضيف منو ملعقة صغيرة هاد الفول راه زوين بزف والحمص زوين إلا كان عندك الحمص وما عندكش الفول دير الحمص ولكن الفول هو أحسن راه عند تجربة أحسن من الحمص هنا من بعد ما ضفت ملعقة ديال الفول مطحون وخلط مزيان غادي نضيف ملعقة ديال نشا وغادي نعود نخلط مزيان وهنا الماسك بغيتو يكون شوية هكدا معاقد مسائل باش قوم وهرا غايدر لك البشرة ديالك ويديك ورجي لسك وهنا غادي نضيف سيروم ديال فيتامين سي ويقول لا الفيتامين اه من الأحسن سيروم ديال فيتامين سي إلا ما كان عندك لا فيتامين اه لا فيتامين سي هنا غادي نضيف خمسة ديال النقاط تقدري تعوضيه بواحد نصف ملعقة صغيرة ديال العصر ديال الحامض بالنسبة الكريم الليلي اللي درت فيه نيفيا ودرت فيه فيتامين اه إلا ما كانش عندك الفيتامين اه تقدري تصغني عليه راه واخد تصغني عليه راه زوين مبيض وزوين وغزال ويحتاج عيد كل شي وما غاديش يخسر يعني ما غايحتاج فيتامين اه باش نحتفظو به هدو هما جوج ديال الوصفات هدو الوصفة اللي فيه الددبة هو الماسك راه ماسك غزال بززاف غير الدريع على البشرة ديالك تكون مغسولة وفاش الدريع على البشرة ديالك ما تبقيش دريلك غير ماس وجد ما تبقيش تضحكي ودري حركات لأنه كيشد البشرة كحيد تجاعد كحارب تجاعد نهائيا خصوصا التجاعد الخفيفة والتجاعد الغامقارة مع المدومة كحيدهم هدو الماسك غادي حيدنا الكحولية الكحولية ديالش غادي حيدنا تجاعد وما غادي تدوز واحدة عشر ايام حتى تولي البشرة ديالك رائعة زوينة بززاف وتقدر يدريها لأي منطقة في الجسم ديالك يعني الوجهك يديك رجليك الانطق kam Temple's tiktun عدناك حالين بحل الكعب ديالرجل بحل بحل المرافق بحل اه الركابي اي منطقة في الجسم ديالك حتى المانطق الحساسة وهنا الفيطا وهنا الكريم الكريم الليلي هدوك الماسك غادي نديروه بنهار وفي نفس الوقت في نفس الوقت اللي كنديرو الماسك نديرو الكريم الليلي باش يتعاونوا على ذاك الكحولية على ذاك التجاعين وباش يحيدون في اقرب وقت هالكريم الليلي كي ما كنديرو اي كريم الليلي هدي تديري بوحل الكوش رقيقة بزاف وغادي تبقى يتحكي تحكي تماصي فيه حتى كيدخل من بعد ما كيدخلنا في البشرة دينا نديروه ككريم الليلي يعني ما تغسليه موالو الصباح نوضي فاشت نوضيه اللي يغسليه وإلا درتي الفيتامين أ ودرتي الفيتامين سيرة كتكون عندهم واحد النتيجة رائعة في واحد الوقت قليل بزاف نتمنى أنكم تديرو هات جوج ديال الكريمات وتخلصوا من تجاعين تخلصوا من القحولية من أطار ديال حب شباب من اللي طرس ربما ديال القميش أي طرس إلا وكيحيدو هات جوج ديال الكريمات والنتيجة رائعة كتبان من الاستعمال أول خصوصا بالنسبة لطرس ديال الحبوب بالنسبة لتكونية بالنسبة كتصفي من الاستعمال الأول وبالنسبة للتجاعيد ضروري ما غادي تدوم عليهم واحد عشر أيام وهي اللي غادي يبلكم بأنه راكين اختلاف تجاعيد والتجاعيد كيتملكم لأنه هو مليء بالكولاجين نتمنى أن جوج ديال الوصفة تعجبوكم ودروا لي لايك واحد الكومنترز وين كيمال عادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة